أعزائي المشاهدين في فاصلنا الأخير قضية الآن وصلنا انصهار الذوات ببعضها البعض ووقفنا عند المكالمة هي نعم هي نعم هي ليش تنصهر الذوات ببعضها البعض أحياناً بدع الحب أحياناً بدع المصلحة أحياناً بدع الخوف لا خلي تصار شوية المخرجنا يقول فيه تصار أنا خلي شوية خلص المفهوم وبعدين وبعدين هذا دقيقة فالآن تصور هذا هذه ذاتي وهذه ذات من أحب أو من أخشى أو من أرجو أو يعني زين هنا فيه أربع مكونات لازم نستعي حلو أنه فيه أربع مكونات بينك وبين زوجك بينك وبين زوجك بينك وبين ابنك بينك وبين رئيسك المكون الأول هو أنت المكون الثاني هو هو وأنت أولى منه لأن أنت المقصود بالنجاة وأنت المسؤول المسؤولي عليك أنت والآخر إيه أنت مو مسؤول عن أفعال أنت مسؤول عن أفعالك الأمر الثاني علاقتك به يليت الكاميراتين العلاقة إذن هذا أول أنت هذه علاقتك أنت به وهذه علاقته هو بك هذا شي شبه الحبل السري والحبل السري هو مبوب بين أم ووليدها فيه دم لكن دم لا يختلط لو اختلط لماته لأنه حيانا معظم الأحيان يكونوا فصيلتين مختلفتين هذه المكونات هذا جزئي من العلاقة هذا جزء حبيبي أو جبيلي أو اللي هو من العلاقة أنا مسؤول عن ذاتي وعن هذا الجزء من علاقتي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن لي قرابة أصلوهم وينك يا كاميرا أصلوهم ويقطعوني وأحسن لهم ويسيئون لي قال كمل فإنك تسفهم المل طيب وأنا أكمل أقط في البحر يقط في البحر يا سلام عفا عليك الناس لا تدرك أني أنا لما أسوي معروفة أسوي لي نفسي أنا مسؤول عن جزئي من العلاقة الناس حيش يقول رأي لي ولدي سويت له كذا ماشي أنت من أنت مسؤول عنه؟ أبوي مجحف أمي ما تشوف معروفي مو شغلتش أنت مطلوب منك بر والدين مطلوب بر والدين مسؤوليتش أنت الحسن الحسن للزوجه مطلوب منك أنت الإحسان للزوجه مطلوب منك أنت الإحسان للإبن مطلوب منك أنت يعني ما ننطر أنه شيء يبين عندنا ما أنت مو مسؤول عنه أوهو أنت مو مسؤول عنه أنت مسؤول عن جزئك بالضبط مثل حبل السري حبل السري جزء الطفل ها قلت لك بينهما برزخ ولا يبغي في حديث النبي سعر سنو يبين النوح أنت لست مسؤولا عن المقابل مو بس شذيه يقول لأنك تسفهم المل أي تطعمهم الرقاء الرماد الحامي ينضرونها من هذه العلاقة بس أنت تستفيد ستسعى اليوم القيامة عن هذا الجزء لو كل واحد منه هتم بهذا الجزء اللي خصى من العلاقة على المرء ها أن يسعى إلى الخير جاهدا وليس عليه أن تتم المقاصد والله رضا ما رضا لكن سبحان الله الذات العالية تؤدي اللي عليها وهي راضية لأن هذا اللي مطلوب مني شو قال صاحبك؟ قال أنا أعرف نفسي فأنا أدن لي علي والمقابل والله إذا هالله هداه ونسقوا إياي وقامي أدي كما وأدي نعم الله وإلا ما أنا مسؤول أنا لست مسؤول عنه ونفس الطريقة في المجتمع الآن أدائي في هذا المجتمع وإن كان المجتمع سلبي أقدم ما هو علي وما هو مطلب مني ولا أنتظر أقول لك سك ذنبطين وذنبعجين نعم أسك ذنبطين وذنبعجين اشتغل صح لا تقول لي والله الناس ما تقدر أنت أشتغل صح أنت من القيامة لنسأل عن الناس أنت تستسأل عن ذاتك أنت مالكو مال للناس أنت مسؤول عن نفسك أنت أنت مسؤول لو كنت وحدك يقول عبد الله بالمسعود الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك ولو كنت وحدك ماكو حديوه ماكو ناس لا تصدلونها الخرافة الصحيح وأكو ذاتي التي أريد أن أنجو بها يجب أن أؤدي بها العمل على خير وجه وأن أحسن علاقاتي على خير وجه والباجي أحسن علاقاتي